أهلا بكم منذ انطلاق عاصفة الحزم السعودية قبل ثلاث سنوات بهدف ما سمته إعادة الشرعية في اليمن تسير البلاد من سيء إلى أسوأ حتى بات اليمن أكثر بؤسا مع أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب منظمات حقوقية دولية ثلاث سنوات وثقت خلالها وزارة الصحة اليمنية أرقاما كارثية للخسائر التي خلف الحصار السعودي على الشعب اليمنية متحدثة عن أكثر من خمسة وثلاثين ألف شهيد وجريح بينهم أكثر من ثلاثة عشر ألف شهيد نحو خمسة ألاف منهم من النساء والأطفال يضاف إلى هذه الأرقام واحد وعشرون مليون يمني يحتاجون إلى مساعدة إنسانية بينهم أكثر من تسعة ملايين يشرفون على الدخول في مرحلة المجاعة وفق أحصاءات برنامج الغذاء العالمي منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي وفي تقرير حول الأزمة أشارت إلى تضرور أكثر من ستة وعشرين ألف منزل بين تدمير كلي وجزئي وتضرور أكثر من ستة ألاف وثمانمائة منشأة عامة وخاصة وفي الجانب الصحي تعرض أكثر من خمسة وخمسين في المئة من المستشفيات والمراكز الصحية للإغلاق وتوقفت خدماتها الطبية إما بسبب القصف البري أو الجوي الذي طالها جراء الحرب أو بسبب الحصار والظروف الصعبة المواكبة العملية التعليمية تعطلت بشكل كبير في المراحل كافة وتعثر التعليم في أكثر من خمسة وثلاثين في المئة من المدارس والكليات الجماعية العامة والخاصة جراء الدمار الكلي أو الجزئي الذي طال نحو ألفين ومائتين وأحدى وثلاثين مدرسة وجامعة ومنشأة تعليمية الخسائر المادية التي طالت البنية التحتية في السنوات الثلاث الماضية من الحرب والحصار قدرت بنحو ثلاثين مليار دولار على الأقل فيما يعتقد بأن الخسائر الاقتصادية التي طالت النشاط التجارية والصناعية في اليمن يتجاوز هذا المبلغ بكثير اشتركوا في القناة